بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المدين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغاتلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤيات على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان علوم مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائدين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافرون قال إني ليحظنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترقنا يوسف عند متاعنا فأأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الاشتراه من مصر لامرأته أكرمي المسواه أكرمي المسواه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف بالأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أكده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يسلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كنالك لنفرق عنه السوء والقحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألم يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهدك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من قبل فصدقته فلما رأى قميصه قد من قبل فصدقته قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرني لذنبك إنك كنت من الخاطئين وغال نقوة في المدينة امرأة العزيز ترامد فتاها عن نفسه قد شرفها كبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت وآتت كل واحدة منهن ستين وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه فلقد راورته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليقونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقوم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمر فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وللا يأتيكما ضعا ترتقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسعاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما جعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطيب من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق يأكلهن سبع عجاق وسبعة بلال خبر وأخر يابسات يا أيها الملك أخطوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال للذي نجام لهما وادكر بعد أمة أنا أنذبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أقتلا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فدروغ في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعض ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمكم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدمكم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأكل من بعض ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وغال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما قربكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن عاش لله ما علمنا عليه من صوء قال جمر أبو العزيز الآن حصص الحق أنا راوته عن نفسه أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسه إن النفس لأمرك بالسلوء إلا ما رحم ربي إن ربي ظفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لنوفق بالأرض يتبوغ منها ألف يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير لي الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إنوت يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم كرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أقر في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرى ودعيه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهبهم لعلهم يرجعون فلما وجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتأوا مداعهم وددوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبضي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونهر أهلنا ونحكم أخانا ونزداد تيل بعير ذلك تيل يسير قال لن أرسلهم معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتنني به لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوهم وزقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلون من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا آجة إلا آجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علمي ما ألمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما جزلوا على ينس فآوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعلت ثقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن قالوا أينها العير إنكم لسادقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لمفسد في الأرض وما كنا سادقين قالوا فما جزاؤهم إن كنتم كذبين قالوا جزاؤهم من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفاغة لذي علم عليم قالوا إن يسلك فقد سوق أوله من قبل فأسر الله ليوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أعدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 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 مغفقا من الله قل أخذ عليكم مغفقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا كما علمنا وما كنا للغلب حافظين واسأل فرية التي كنا فيها والعيوة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل زولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلم الحكيم وتولى عنهم وغليا أسقى على يوسف وبيضت عيناه من الحسن فهو كظيم قالت الله تفتع تذكر يوسف حتى تكون أرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مسجاج فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيط قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يبيع عجر المحسنين قالت الله لقد آتوك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هبوا بقميصي هذا فأنكوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أنت فانجون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقلم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال لوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وغل أحسن بي إن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما قمت لديهم إن أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجم إن هو إلا ذكر للعالمين وبأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها محرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أبعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداروا الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعملون حتى إلى السيئة الرسل وظنوا أنهم والكذفوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فنجي هؤل معين ترجمة نانسي قنقر